بسم الإب والإبن والروح القدس الإلهي الواحد أمين سعداء نحن نلتقي بيكم في لقاء جديد من الإصحاح 17 من سفر الرؤية هذا الإصحاح بيتكلم عن بابل وسفر الرؤية المساعدة ما نبتدينا فيه هو سفر مفرح ومبهج جينا في الفترة الأخيرة تكلمنا على الجماعة السبعة وبعد الجماعة السبعة النهاردة الإصحاح 17 يبدأ يتكلم على ضمار بابل اللي هي كانت المركز بتاع الوحش اللي بيدبر منه الشر في العالم ويعلن نصرة وتهليل السمائين على هذا الانتصار فكرة سريعة عن بابل بابل في الكتاب المقدس حاجة تاريخية في الأول ابتدت من سفر التكوين من أيام نمرود اللي هو أنشأ هذه المدينة نمرود ده كان راجل جبار وعاصي وكان سبب في عصيان كثيرين وبعدهم عن عبادة ربنا ونشر عبادة الأصنام خاصة الإله مردوخ اللي هو كان إله هذه المدينة ودعية بابل لأن هناك بلبل الله لسان الأرض كلها لما حبوا أنهم يقيموا لأنفسهم برج يجتمعوا فيه ويحتموا لما ربنا يحب ينتقم منهم في العهد الأديم كانت بابل عبارة عن موضع رعب وخوف وربنا كان بيستخدمها لتقديب اليهود وحصل في فترة من الفترات أنهم سبيوا إلى بابل وكانت قصة تقديب لشعب الله هنا بقى بنتكلم على سر بابل لأن في الكتابة في سفر الرؤية بالذات ظهرت بابل كامرأة خاطئة زنية مدينة عظيمة يعني لها تأثير واضح يعني والمرأة هنا مش معناها أنها شخص ولكن هي جماعة معينة فئة معينة من الناس المسيح هو عريس الكنيسة والكنيسة هي عروس المسيح فهي مقدسة وبيلا دنس وبيلا غضم أيضا ضد المسيح له عروس اللي هي بابل اللي هي الجماعة بتاعته اللي بتشتغل ضد الإيمان وتعاند الله وبتدعو الناس للشر والغماس في اللذات والنجسات كلمة مدينة بتشير لسكن الله فلما نقول أرشاليم مدينة الله يعني الله يسكن فيها بين البشر فلما نقول أرشاليم المقدسة لأن الله بيسكن في داخلها فأيضا بنقول أن بابل هي مدينة عظيمة لأنها تشير لسكنة ضد المسيح فيها بين البشر يعني دعوة عظيمة لأن تأثيرها كان شديد وواضح ويعني سواء بابل أو غيرها أنا نمشي التفاصيل لكننا بنقول أن كل نفسه معاندة للرب ولا تؤمن به هي مسكن ومعمل للشيطان لذلك نقول في الاختصار أن بابل هي مملكة ضد المسيح هي عمل الشيطان في العالم دي كانت فكرة سريعة عن البابل وبعد كده نبتدي نقرأ مع بعض الإصحاح السبعة عشر ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زن معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها فمضي بها الروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجسات ونجسات زناها وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض ورأيت المرأة سكرى من دم القدسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة الرؤوس والعشرة قرون الوحش الذي رأيت كان وليس الآن وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع إنه كائنا هنا الذهن الذي له الحكمة السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة وسبعة ملوك هي خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبوضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها وأحرقونها بالنار لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيهم واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض والمجد لله دائما أبديا آمين نبتدي ناخد الإصحاح ناخد العدد الأول من هذا الإصحاح ونفهم المقاصد اللهية من هذا البسكور في هذا العدد ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة جامات وتكلم معي قائلا ليه هلما فؤريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة السبعة ملائكة دول اللي هما سكبوا جامات غضب الله ده جيه عشان يوري يوحنى أن الأشرار اللي الزانية العظيمة أغوتهم واللي يستحقوا الدربات وجامات الغضب اللي انسكبت عليهم وسميت هنا كلمة زانية باعتبار أنها أبعدتهم عن معرفة ربنا انحرفوا عن حياتهم مع ربنا ودعية عظيمة من فرط تأثيرها من قطر تأثيرها على النفوس اللي حواليها وكتاب المقدس دايما كان بيسمي عبادة الأوسان دايما يسميها الزنا الروحي يقصد بيها كده يعني وهو شفها هنا في الرؤية أنها جالسة على مياه كثيرة والمياه الكثيرة فهمناها في سفر الرؤية بالذات هي تشير للشعوب والأمم والألسنة بكل الخيرات اللي ربنا أهابها لها عشان تمجد اسمه ولكن اللي حصل أنها استخدمت هذه الخيرات في أنها تتمتع بيها بعيدا عن معرفة الله زي هذه الزانية اللي استخدمت الشر وفي الإساءة لله الله يعطي الخيرات للإنسان عشان يتمتع بيها ويمجد اسم الله ولكن الإنسان استغلها بطريقة خاطئة فتعبد لها زي المال والجنس أو استخدمها في الشر نكمل بعد كده الزانية العظيمة للجالسة على المياه الكثيرة التي زن معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها فمضى بيها الروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجسات ونجسات زناها وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض التي زن معها ملوك الأرض ربما يقصد ملوك هذا العالم يعني الملوك الفعليين اللي هم بيحكموا الأمم ودايما هؤلاء ينغمسوا في الملزات ويتخذوا لأنفسهم أنواع كثيرة يستبيحوا لأنفسهم أنواع كثيرة من متع هذا الجسد لكن غالبا مقصود هنا بالمعنى الأشرار الناس الأشرار اللي في العالم اللي بيتمتعوا بالخطايا المحرمة هنا بقى مقارن ما بين تعبيرات الكتاب المقدس لما يتكلم عن أولاد ربنا بيقول دعاهم ملوكا وكهنة هنا شوف يقول إيه ملوك الأرض وأخذ ذلك لكن أولاد ربنا قال عليهم أنهم ملوكا وكهنة إيه الفرق بقى بين التعبيرين التعبير ملوك الأرض يعني الناس امتلكوا ملزات الدنيا وشهوات العالم الخاطئة وافتكروا أنهم امتلكوا كل شيء والحقيقة هم امتلكوا أوهام وأمور باطلة وصفها سليمان أنها باطلة الأباطيل وصفهم السيد المسيح في مثل الغني والعازر لما بيكلم الغني بيقوله أنك أنت استوفيت خيراتك وأخذ بالك تصوروا أنهم امتلكوا كل شيء اشتهوا من ملزات الدنيا الأرضية لكن أولاد ربنا بقى لما الكتاب المقدس وصفهم أنهم ملوك وكهنة دول بقى امتلكوا ولكن امتلكوا إرادتهم واخدوا وعود بمرأة السماوي واتحكموا في شهوتهم وفي طويلة حياتهم فلم تستعبدهم هذه الشهوات فعاشوا في حرية مجد أولاد الله وكهنة لأنهم قدموا أجسادهم دي زبيحة حية وصلبوا أهوائهم وحصلوا على حرية حقيقية لأولاد الله ولم يعودوا عبيد لشهوات الأرض بل أصبحوا أنهم يسيطروا على كل شيء في حياتهم بعد كده بيقول سكر سكان الأرض من خامر زناها الخطيئة زي الخامرة بالزبط ينتشي بيها الإنسان في لحظات وبعد شوية يكتشف أنها هي سيطرت عليه ودمرت حياته فمثلا الخمر تسكر الإنسان والإنسان السكران ده يتطوح ويترنح مثلا الخمر مثلا زي الميا الملحة بيشرب منها الإنسان يعتش ويطلب مزيد وما يكتفيش أبدا والخمر برضو الإدمان يعني بيوصل للإدمان ممكن نرتبط بها ارتباط شديد الإنسان الزاني ينفصل عن الله ملوش شركة لا شركة للنور مع الظلمة ما يعرفش يعيش مع ربنا وروحيا خطيئة الزنا بتفصل الإنسان ويتطوح بعيد عن ربنا وكلما ارتبط بهذه الخطيئة يبتعد عن الله بعيدا ودي تشبه الإدمان الخمر أنها بتربط الإنسان وتبعده عن معرفة ربنا والنهاية بتبقى موت الإنسان وانفصاله العقوبة بقى أنه قد في الخطيئة عقوبة الزنا بيأخذ غضب ربنا ونفس الشيء بالنسبة للخمر صور غضب الله على الخمر ولو اتكلمنا عن الإنسان اللي بيمر بالبقات والأزمات فالإنسان المستعبد للخمر لا يجد من يسنده ويرتبط بالشيطان لكي يحل له مشاكله بعد كده نتنقل للآية الثالثة فمضى بينا الروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون مضى بينا الروح إلى برية هنا بقى بيكلمنا عن مملكة الشر في العالم وبيصورها كأنها امرأة موجودة في برية وما قالش أل برية لا أل برية بدون الأل فدي معناها أنه مكان قحت جيف خراب فالعالم مهما بدأ أنه حافل بالملزات والخيرات لكنه هو في حق طب برية قاحلة لا يشبع النفس ولا يرويها والعكس بقى عروس المسيح لما شبهها هي كمان بأمرأة قال عليها أنها ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس فرق بين المنظرين يعني بين الوضعين نرجع تاني للمرأة الزانية الجالسة على وحش قرمزي عروس المسيح متسربلة بالمسيح هو نورها وهو جمالها وعيش في السماء لكن مملكة الشر جالسة على الشيطان الوحش هنا القرمزي ده يشير للشيطان هو اللي بيحملها هو اللي بيدعمها وهو اللي بيقويها وقرمزي لأن الشيطان ذكر عنه أنه كان قتالا للناس منذ البدء دماء القدسين زي ما هيجي دلوقتي وصفها قال أنها مملوء أسماء تجديف فهو يدعي الألوهية ويقاوم الله ويجدف على الله له سبعة رؤوس دي ممالك كبيرة في التاريخ كانت بتقاوم الله عشرة قرون وعشر ملوك هيجوا في آخر الزمان ويأيدوا الوحش ضد المسيح وبعدين وصفها أنها احنا دخلنا في العدد أربعة للوقت المرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز متحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس زهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زناها هنا الأرجوان والقرمز والزهب ده لباس الملوك مش كده ولا إيه فالنقطة العميقة اللي نلاحظها هنا أنها بتتزين واللي بتتزين دي بتحاول أنها تخدع البسطاء تجذبهم إلى سمومها واللي بتتزين بها دي أمور زمنية ما هياش جمال حقيقي عكس الكنيسة اللي بتتزين بالمسيح بالرب يسوع فقال إنها متسربلة بالشمس وبعدين رجع وصفها وقال ومعها كأس من ذهب في يدها عشان تروي أتباعها ميا ملحة اللي يشرب منها يعتش وتقدم لهم الملزات لكن ما تقدرش تشبعهم أو ترويهم وكأس الزهب ده والحقيقة هو الزهب يشير للغنى المادي فهنا الشيطان رئيس العالم يعطيه لبن يسجد له ودي محاولة للشر إن هو يتزين لأن له صورة قبيحة ليست له جمال حقيقي بينما أن فكرة الزهب دفسه بيستخدم في أماكن أخرى في الكتاب المقدس عشان يشير للسماويات العدد الخامس وعلى جبهتها اسمه المكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض على جبهتها سر بابل زمان في المجتمع الروماني كانت الساقطات كانت تشيل اسمها مكتوبة على جبهتها كنوع من الدعاية نفسها ودي صورة قبيحة يعني وزميمة يعني حاجة يعني معناها إن الشريط ده مش مكسوف من خطأ ومعاتش فيه خجل ويمكن دي الصورة اللي أحيانا نراها في العالم النهاردة إن ما عادش فيه خجل من الخطيئة وحتى الخطيئة بقاش اسمها خطيئة هنا برضو اسم بابل سر بابل ده معناها إن بابل دي بقت رمز رمز المملكة الشر في العالم اللي بتعاني ده الله زي كنيسة أرشاليم مدينة إلهنا سهيون هكذا صارت بابل مدينة إبليس ورمز للشر وللزنا الروحي والعناد والعمل ضد الله وهنا نشوف في الموقف هنا في عروسين في عريسين وعروستين العريس الأولاني اللي هو الرب يسوع المسيح نفسه والعروس هي أرشاليم مدينة إلهنا هي كنيسة كنيسة العهد الجديد العروس الثانية هي بابل مملكة الشر في العالم وعريسها هو إبليس وسميت أم الزواني لأنها ينبوع الرزائل اللي في العالم العدد السادس يقوله رأيت المرأة سكرة من دم القدسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما هنا المرأة دي اضطهدت شعب الله وقتلتهم وفرحت بدمهم عشان كده قال عليها سكرانة يعني شمتانة فرحانة طب مين دولت بقى ممكن دول القدسين اللي هي أغوتهم وأسقطتهم وأهلكتهم فهي مسؤولة عن دمهم دي نمرة واحد نمرة اتنين القدسين اللي هي أتلتهم استسهدوا فهي منتشية بدم هؤلاء القدسين وفرحانة وعمل لها حالة نشوة وحالة فرح وحالة سكر تعجبت من طول أناطها هنا تعجب بقى لما هو تعجب تعجب تعجبت لما رأيتها تعجبها تعجب من طول أناط الله على هذه المرأة الشريرة ومن أغوتهم وهي عارفة كويس بنهايتها المؤلمة نكتفي بهذا القدر من الإصحاح السبعتاشر وإن شاء الله في الحلقة القادمة نلتقي بكم في بقية هذا الإصحاح شكرا جزيلا ونمتابعا شكرا جزيلا ونمتابعا